لنقاش الملف اليمني ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء عبدالباقي شمسان أهلا بكم سيدي أهلا وسهلا مساء الخير كيف تصف إعلان السويد بعد انتهاء المفاوضات اليمنية اليوم ونعكساتها على واقع اليمنيين علينا أن لا نتفائل كثير فلعنال ما زلنا في مرحلة ما يسمى ببناء الثقة وكما تعلمين فقد ما يقارب سبعة أيام ولم يتوصل حتى إلى إفراج الإفراج عن الأسرة هناك ستة عشر ألف من الأسرة من الجانبين وبالتالي هذا سيأخذ وقت طويل المسألة لا تتعلق بالتصريحات السياسية أو بما تم التوقيع عليه نحن أمام مسألة معقدة جدا لا تتعلق بالانسحاب من الجغرافيا هناك تحول في المرجعية الدولية هناك مكاسب حققها الحوثيين بالمشاركة من السويد هذه الفوائد تتمثل بالاعتراف بهم كطرف وحيد في العاصمة صنعاء بعد تصفيات صالح الاعتراف بهم ليس كطرف انقلابي وإنما كطرف من أطراف النزاع ربما هذا المعذر على المقاطعة هذا يقودنا لطرح سؤال آخر إلى أي مدى تظننا إعلان السويد سينفذ فعليا بالبلاد خاصة أن الكثيرين اعترضوا على المشاورات التي قامت بشكله بآخر قامت بتثبيت شرعية الميليشيات الحوثية وبالمقابل إضعاف قوة الشرعية نعم حتى الشرعية الآن لم تعيد ميناء الحديدة بقوة السلاح وبالتالي الحوثيين أصبحوا ند لدول التحالف ولأسلطة الشرعية بأنهم ينسحبون ليس من كل المدينة ولكن من الميناء وبالتالي سيظلون في مواقعهم قرب الحديدة وهذه رؤية متعلقة بالمشروع الأمريكي الذي يريد بقاء الجماعات كل حسب قوته في الجغرافيا بمعنى أن اليمن سيكون مجموعة من الجغرافية المتقزئة وجود السلطة الشرعية برقابة الأمم المتحدة يعني أدخلنا الأمم المتحدة في المجال اليمني ومن هنا ستصبح بالفعل ستتعزز مجموعة سلط ومجموعة جغرافيات متناثرة الحوثيين أصبحوا في أضعف الإيمان على شكلة حزب الله أي أن لهم ميليشيات لهم قهاز إداري واستخباراتي وأمني داخل كيانة الدولة تم فصل ما يقارب 300 أكاديمي وإحلال بدالهم من الأتباع تم السيطرة على مؤسسة الدولة وبالتالي الاتفاق في السويد يؤسس القطع مع المرجعية الثلاث ويؤسس للاعتراف بالحوثيين كطرف أصيل وقوي وندي للسلطة الشرعية دولة التحالف وهنا تصبح الانسحاب من الجغرافية لا معنى له لأننا سنعود إلى تصورات الجماعات إلى شكل الدولة ومرقعية السلطة فالحوثيين يعتقدون أن السلطة الحالية غير شرعية وأن السلطة محسورة في البطنين وبالتالي هناك مرجعية واحدة تعود إلى عبد الملك الحوثي لا غيره ومن هنا سندخل في تفاصيل كثيرة من الحوار الطويل ولا أعتقد أننا سنذهب إلى سلام لأنهم نجحوا حتى الآن أستاذ عبد الباقي بالعودة إلى شروط الإعلان السويدي لأي مدى اقترب من القرار الأممي الرقم 2216 وما هي الضمانات بأن لا يترجع أحد الأطراف عنه كما فعلت في وقت سابق ميليشيا الحوثي في خمس جولات ماضية لدينا قرارة مجلس الأمن لم يلتزم بها الحوثيين ولم يلتزم المجتمع الدولي بذاته حتى في توصيف الجماعات ويصف الجماعات بأطراف النزاع لم يقبر الحوثيين على انسحاب المدن أو تسليم السلاح وبحتى وزير الدفاع الأمريكي في 29 أكتوبر في مسقط تحدث عن احتفاظ الحوثيين بالسلاح المتوسط وهم أيضا لديهم أسلحة مخزونة تحت الأرض وبالتالي لا أعتقد أن ما تم الاتفاق عليه يقطع مع المرجعيات وبيؤسس إلى حالة جديدة تقوم على الاعتراف بالحوثيين والحفاظ عليهم وبالتالي هناك انتصارات رمزية الانسحاب من الحديدة أو من تعز فتح مجال إنساني يعني أن الحوثيين قوة ندية وحققت انتصار رمزي وعسكري وبالتالي لا يمكن بعد ذلك الحديث أن السلطة الشرعية حققت انتصاراً نحن أمام جماعة تمتلك القوى والسلاح لكن أستاذ عبد الباقي يعني بالنهاية هناك أزمة إنسانية كان لابد من هذه الخطوة على الأقل في الملف الإنساني والمعتقلين يعني ما تبقى من ملفات اقتصادية أو ملف صنعاء ربما سيكون الاتفاق عليها في مراحل لاحقة إلى أي مدى توافق هذا الطرح لا أعتقد أن سنصل إلى تسوية على المدى المتوسط حتى ربما الأسرى يأخذ وقت طويل جداً لأن هناك قائمة طويلة وسيتم هناك عاملة عسكرية وسيتم إعابة الموضع الجغرافية للجماعات المسألة تتقاوز كما قلت لك يعني لا يمكن للحوثيين أن يقبلوا بالسلطة الشرعية لأن هناك تصور واضح لديهم واضح تماماً لا شرعية للرئيس الحالي وعلى ناعب الرئيس الحالي تسليم السلطة إلى حكومة وحدة وطنية وبالتالي انتقلنا إلى أمر واقع جديد باعتبارهم طرف من أطرف النزاع هم نجحوا عفواً هم نجحوا في تحويل ما يحدث في اليمن إلى مسألة إنسانية وبالتالي الآن العالمي تحدث عن الأزمة الإنسانية عمل مجاعة ولا يتحدث عن الشق السياسي والانقلابي وبالتالي لكنها واقع ربما أستاذ عبدالباقي هذه الأزمة الإنسانية واقع المجاعة واقع أيضاً ربما هذا يقودنا أيضاً لننتقل إلى الدور الإيراني والدعم العسكري الإيراني لميليشيا الحوثي ودوره في هذا الإعلان والمفاوضات التي ستجرى في كانون الثاني المقبل سأربط بين الإجابة الأولى والسؤال المدخل الإنساني وإحداث تدهوى الإنساني كانت استراتيجية إيرانية تابعة للحوثيين بحيث عدم دفع المرتبات استنزاف البنك المركزي ضرب البنية التحتية بحيث توصل اليمن إلى حالة من المقاعة مما يجعل المجتمع الإقليمي والدولي يتدخل لإيقاف المعارك والحوثيين بكامل قوتهم هذه استراتيجية ذكية استخدمت وتم بالفعل الآن نحن نتحدث عن واقع إنساني ولن ننكر ذلك هناك كارثة إنسانية لكن هذه الكارثة كانت قصدية بالنسبة لإيران إيران تتابع الحوثيين بدقة لأن الحوثيين في اليمن أكثر أهمية من حزب الله في لبنان لأن الحوثيين سيكونوا حزب الله اليمني يبد أن يكونوا في خاصرة المملكة العربية السعودية وبالتالي سيقدم لهم الدعم والآن هي أعطت الإشارات المناخ الدولي لأن هناك مناخ دولي ضاغت إخلاقيا ودبلوماسيا وحقيا على دول التحالف في إيقاف المعركة وهناك حادثة إسطنبول كل هذه العوامل قعلت من دول التحالف تمتص الضغط الدولي بالذهاب إلى تسوية السلطة الشرعية أصبحت ضعيفة وبالتالي قبلت الحضور الحوثيين ذهبوا لأنهم حققوا منجزات لأعتقد أن على المستوى المتوسط لن سيتم الذهاب من قولة إلى أخرى لن يتم التوافق لأن الحوثيين منذ لقاء جنيف الأول وهم يتحدثون عن أن الأشرع إلى عبد الربو مصرهادي وأن أول خطوة هي نقل السلطة إلى حكومة وحدة وطنية وهذا ترفضه السلطة جملة وتفصيلة اثنين لمن نسلم السلاح وأين ننسحب نحن من اليمن إلى أين ننسحب وهذا يقطع مع المرجعات الثلاث نحن ننطبر قرار مجلس الأمن إذا ما ثبت الوضع كما هو عليه في السويد دخلت اليمن إلى مرحلة جديدة أصبح فيه جميع الأطراف معترف بهم في الحقل السياسي وهناك جماعات ستدخل في صراع لأن هناك الآن تعدد في هوية الصراع هناك الصراع الجمهوري الملكي الحوثيين يمثلوا عقائدياً ويتمثلوا أيضاً بالملكيين وهناك من يقابلهم جمهوريين هناك تشضي الهوية الوطنية شمال القنوب هناك أيضاً صراع بين السلطة والانقلاب سندخل في مرحلة تشبه الصومال مع استقرار سيكون هناك دعم دولي لتقديم المساعدات فتحمينا الحديدة ربما في طيران لكن لن تكون هناك سلطة شرعية ويعني مركزية سيكون هناك مجموعة من السلطة وسيكون المجتمع الدولي مدخل لأن الهدف استنزاف المملكة العربية السعودية لأن الحل لا يأتي بإطلاق الصراع الأسرع ولا يأتي بدخول أمم المتحدة بل يأتي بتعديل توصيف الجماعات وعودة السلطة الشرعية التي أيضاً ساهمت دول التحالف في إضعافها وفي إيقاد كيانات بديل منافسة لها بالحراك القنوبي على دول التحالف أن تدعم السلطة الشرعية وتعيدها إلى الجغرافية في الحالة هذه سيحدث تحول بحيث أن سيكون هناك سلطة شرعية وجماعة انقلابية حتى وإن كان الطرف لكن تستطيع الدولة القوية أن تضعف هذه الجماعة التي أصبحت الآن دويلة في الدويلة وأصبحت قوية وورثت كل أسلحة النظام السابق بعد تصفية صالح وبعد صهر الجماعة العسكرية أعتقد أننا سندخل في حوارات طويلة جداً لكن الخلاف قوهري وكبير في ذل هذا الواقع هل تعتقد أن هناك أمل ما في بناء دولة تنهي هذه المأساة الإنسانية وتضح حد للمعارك والانقلاب على الشرعية والثورة وستنجح بشكل أو بآخر الشرعية في تجاوز لغم جديد قد يضعه الحثيون في طريق هذا الاتفاق؟ ممكن ذلك في حالة واحدة إذا ما تم إصلاح استراتيجية دول التحالف لأن دول التحالف أبقت على السلطة الشرعية خارج الجغرافية الوطنية لأربع سنوات أبقتها ضعيفة في القاهرة والسعودية أوقذت لها كيانات أحزمة أمنية ونخب حضرمية بالتالي أول خطوة إصلاح وتغيير وإحداث تسوية سياسية تحافظ على اليمن الموحد على مستوى الهوية الوطنية ومحافظ على سيادته بعودة سلطة الشرعية حتى في ربع المساحة الجغرافية تستطيع هذه الدولة عودة غير ذلك إذا ما استمرت السلطة الشرعية عبارة عن مجموعة من الشخصية خارج الجغرافية وضعيفة وتابعة لدول التحالف نحن أمام ما يسمى ناناكتورستيت في المناطق الجنوبية ممثلة بالحراكة الجنوبي وناناكتورستيت في صنعاء وهناك جماعات رافضة للإثنين وسندخل في مرحلة مواجهات وربما ننتقل إلى تثبيت بعض الصورة في الجنوب وبعضها بصنعاء وسنتقل المعارك إلى تعز باعتبارها ربما تتحول إلى الموصل أو حلب وهذا في غاية الخطورة لأن لا بد من استنزاف هناك خوف من جماعة الإسلام السياسي وهناك رغبة السعودية لتصفية الحوثيين ربما تكون تعز ساحة معركة نتمنى من دول التحالف أن تعيد هذه الاستراتيجية لأن اليمن ليس صراعاً محلياً نحن أمام صراع إقليمي وهناك صراع السراعيكي دولي ويندرج تأثيث اليمن في إطار مشروع منطقة الشرق الأوسط بحيث تصبح اليمن لديها ثنائيات سنة وشيعة شمال، جنوب، جمهوريين، ملكيين نحن بحاجة إلى استعادة الدولة واستعادة الدولة لا يمر ودول التحالف قادرة على تعديل الاستراتيجية بحيث تعيج السلطة وتدعمها وتوحد الجيش والمؤسسة الأمنية وتستطيع أن توحد الاقتصاد شكراً جزيلاً لك أستاذ علمي الاجتماعي السياسي بجامعة صنعاء الأستاذ عبدالباقي شمسان كنت معنا عبر الأقمر الصناعية من مدينة إسطنبولة تركيا